بيبدأ فيلمنا النهاردة مع جيمي وهي ركبة العربية وراحة تستقبل موظف جديد في الشركة اللي شغالة فيها وبيكون اسمه ديلان وبتوصل المطار وبيبقى معها ورقة عليها اسمه عشان يتعرف عليها بس الورقة بتطير منها وبتروح بين الشونط بس بيشوفها ديلان وبيتعرف عليها بس ديلان بيكون مش متحمس للشغل الجديد وجيمي بتفاهمه ان ده منصب كويس وهي بتعمل كده عشان الترقية بتاعتها ما تروحش عليها وبعد كده بيوصلوا الشركة مع بعض وبيمدي ديلان على عقد لمدة سنة وبتقوله جيمي ان ما يقدمش استقلته قبل سنة برضو عشان هي تترقى شغلها ما يتأثرش وبعد كده بيتغدوا مع بعض والإكس بتاعت ديلان بتتصل بيه وبترد عليها جيمي وتقول لها يخرب بيتك عقد تلوات وبعد كده بتعمل جيمي حفلة وبتعزم ديلان اللي بيروح الحفلة وبيسكر ومش بيحس بالدنيا وجيمي بتشغبط على وشه وبعد كده بيعودوا مع بعض وبيطلب منها ديلان يعمل مع علاقة معها بس يفضلوا صحاب وجيمي مش بتصدقوا وبتقولوا يحلف على التابلت وبيعملوا علاقة مع بعض وتاني يوم بيقابل ديلان جيمي وبتكون ندمان على اللي حصل وبتقولوا انهم لازم ما يعملوش كده تاني بس كان في رسال في الشارع بيصورهم وبياخدوا الرسمة ببيت وبيعملوا علاقة مع بعض وبتوصل أم جيمي وبتشوفهم وما بيعملوا علاقة مع بعض بس بتغمد عنيها وبتحضن ديلان على إنه جيمي يعني مش حاسة بأي فرق أولية وبعد كده بيخرج ديلان وجيمي كأصحاب عادي وهي بتختار ليه واحدة يروح يتعرف عليها وبيروح يكلمها بس بيطلع إنها واقفة مستنيها جزها وبتفرح جيمي لإنها كانت حاسة بالغيرة من البنت وبعد كده بتتعرف جيمي على واحد اسمه باركر وبيعودوا مع بعض وبيروحوا البيت وبيعملوا مع بعض علاقة وفي نفس الوقت كان ديلان بيعمل علاقة مع واحدة بس بتتصل بيه أخته وبتقطعه وبعد كده بيقابل باركر جيمي وبيقول لها إنه مش عينفع يكمل معاها وبتمشي جيمي وهي متضايقة وتروح البيت تلاقي إنه معها سفرت وبتتصل بديلان وتقوله إنه معها سفرت وهو بيعرض عليها إنها تسافر معاه عشان تتعرف على أهله وفي الأول بترفض بس هو بيحجز ليها وبياخدها معاه بالعافية وبتوصل وبتقابل أبوه اللي كان عنده فقدان زاكرة ودايما الناس يلبس البطلون وبتقابل أخته آني وبعدين بتقعد آني مع جيمي وبتحكي لها عن ديلان وهو صغير وعن أغنية هو كان بيحبها وبتدخل جيمي وضيتها عشان تنام بس بتلاقي ديلان داخل عليها الأوضة وعايز يعمل علاقة بس هي بترفض في الأول بس بتشتعل الأغنية اللي كان بيحبها جيمي وهو صغير وبيرقصه مع بعض وبعد كده بيعملوا علاقة مع بعض وبيخرج ديلان من الأوضة وبتشوفه أمي وبعد كده جيمي بتبدأ تحب ديلان لكن هو ما كانش عنده لها أي مشاعر وبتسأل آني ديلان على علاقته بجيمي بيقولها إنهم أصحابه بس هي بتقوله إنها شافته وخارج بيتسحب من قضتها وبنروح لإبن آني اللي كان بيحب السهر وبيجرب خدعة سحرية في جيمي اللي بتشوف ديلان واقف مع آني بيتكلمه عليها وهي بتستخبع عشان تسمعهم وآني بتقول لي ديلان ليه مش مرتبط بجيمي اللي بتلم حاجتها وبتمشي ولما بيقولها ديلان إنه ممكن يوصلها بتقوله إنها جاب التاكسي ولما بيرجع ديلان بيحاول يتصل بجيمي لكن تليفونها كان مقفول باستمرار ومش بترد عليه وبنروح لأم جيمي اللي رجعت تعيش مع بنتها وبعدين بيتصل واحد بجيمي لإنه محتاج ديلان في الشغل وبتقابل جيمي ديلان وبيسألها يا ليه مش بترد عليه وبتقوله إنها سمعت كلامه عنها وهو بيقولها إنه كان بيقول كده بس عشان آني تحل عنه بس هي مش بتصدقه وبتقوله إنه خدعها بس عشان يعمل معها علاقة وبتسيبه وبتمشي وبعد كده بتعرف جيمي إنه ديلان عايسي بالشركة وعينتقل لوظيفة أفضل وبتروح تتكلم معها عشان هي كده مش هتاخد العلاوة بتاعتها وبيقولها لما يسافر الشغل الجديد عايك تبلاشيك وتسأله وليه ما قالش ليها إنه مسافر وبيقولها لإنها نهت علاقتهم آخر مرة وبيسيبها وبيمشي وبعد كده وديلان كان خارج مع أبوه بيتوه منه وبيلاقي ديلان أبوه قاعد بيأكل وهو قالعب بطلون وبيقالعب بطلون زيه وبيأكل معاه وفي نفس الوقت ومجيمي بتتفق إنه هتقابل بنتها في نفس المكان الموجود فيه ديلان وده طبعا اتفاق بين ديلان ومجيمي وديلان بتشوف جيمي اللي بيعرض عليها إنهم يرجعوا أصدقاء تاني طبعا فهمين إزاي والفيلم بيخلص على كده